بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس فضل التسبيح والتحميد وقبل أن نبدأ في هذا الدرس دعونا نستمع سويا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن يا أبطال نتعرف على الأهداف الهدف العام هو معرفة فضل التسبيح والتحميد أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة فضل التسبيح والتحميد ثانيا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة معاني الكلمات الآتية الطهور شطر الإيمان الميزان ثالثا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة ألفاظ التسبيح والتحميد الآن يا أبطال وبعد أن تعرفنا على الأهداف أريد منكم يا أبطال فتح الكتاب على صفحة 29 وهنا في النشاط الأول نريد أن نرسم خطا تحت الكلمة المناسبة عندنا هذه العبارة في الأعلى نريد أن نكملها بإحدى البطاقتين في الأسفل تقول العبارة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان فراغ على اللسان ثقيلتان في الميزان ما هي الكلمة المناسبة التي نكمل بها هذه العبارة هل هي البطاقة الأولى خفيفتان أو البطاقة الثانية ثقيلتان ما رأيكم يا أبطال إذن الصحيح أحسنتم نعم هي البطاقة الأولى إذن تكون العبارة ماذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم ننتقل إلى النشاط الثاني وهنا نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة معنى شطر الإيمان يعني نصف الإيمان أو ربع الإيمان البطاقة الصحيحة أحسنتم هي البطاقة الأولى هي البطاقة الأولى فشطر الإيمان يعني نصف الإيمان يعني نصف الإيمان أحسنتم وبارك الله فيكم ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الثالث في صفحة تسع وعشرين وهنا أريد منكم الإمساك بالقلم بالشكل المطلوب بالشكل الصحيح ونعيد كتابة هذه العبارة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نكتبها مرة أخرى هنا على هذا الفراغ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم ننتقل الآن إلى النشاط الرابع في صفحة ثلاثين وهنا نضع علامة الصح أو إشارة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية العبارة الأولى تقول الله تعالى يجازي على العمل البسيط بالأجر الكبير الله تعالى يجازي على العمل البسيط بالأجر الكبير يعني لو قلنا مثلا سبحان الله أو قلنا الحمد لله فنأخذ الأجور الكبيرة ما رأيكم في العبارة؟ أحسنتم العبارة صحيحة نضع أمامها علامة الصح العبارة الثانية الله تعالى يحب المدح والثنى الله سبحانه وتعالى يحب المدح والثنى هل العبارة صحيحة؟ أحسنتم نقول نعم لأن الله يحب منا أن نقول دائما الحمد لله فالحمد لله هو ثناء على الله إذن فالله تعالى يحب المدح والثنى سبحانه وتعالى نضع أيضا أحسنتم علامة الصح نأتي للعبارة الثالثة ذكر الله كثيرا لا يكسبك الأجر يعني أحينما نكثر من قول سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذا لا يكسبنا الأجر هل هذا الكلام صحيح؟ أحسنتم ليس بصحيح إذن تكون العبارة ماذا؟ أحسنتم عبارة خاطئة عبارة خاطئة أحسنتم يا أبطال الآن يا أبطال أريد منكم أن تساعدوني في الوصول إلى الجواب الصحيح هنا في البطاقة تقول ذكر الله كثيرا لا يكسبك الأجر هل العبارة صحيحة نضع أمامها علامة الصح أو خطأ؟ ونضع أمامها علامة الخطأ؟ أحسنتم العبارة خاطئة إذن نضع أمامها علامة الخطأ فذكر الله كثيرا لا يكسبك الأجر هذه عبارة خاطئة أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام أريد منكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور الاطلاع على هذه التوصيات وتتضمن هذه التوصيات أن تهيئوا الجو المناسب للطالب والطالبة لكي يتعلم ويستفيد ويأخذ المعلومة بالشكل المطلوب كذلك أن تحرصوا على أن تأتوا بالعبارات المحفزة والعبارات الجميلة وتبتعدوا عن عبارات اللوم والنقد كذلك متابعة أو التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرستي والتواصل كذلك مع المعلم المختص شكرا لكم إخواني وأخواتي وشكرا لكم أبنائي وبناتي نلقاكم على خير استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته